نجم كوميدي طبعا من الطراز الرفيع محمد هنيدي هو ضيفي اليوم لحتى نحكي عن عرضه العالمي الأول أول نجم مصري في أمريكا يقدم ستاندوب كوميدي خطوة كتير كبيرة وجريئة منك محمد هنيدي إن شاء الله إن شاء الله والله هي جديدة وجريئة بس أنا متحمس لها جدا جدا هي مش غريبة عني يعني أنا بلعب مسرح والستاندوب كوميدي حالة مسرحية بشكل أو بآخر في تفاعل مع الناس ومع الجمهور وتجربة جديدة بالنسبة لي فاستهوتني جدا وأنت وكل الله الفرق إنه أنت بدك تضلك شادة الجمهور على مدة خمسين دقيقة متواصلة بزبط أنت بتعرف نحن الجمهور العربي نيكا دي بطبعه لا بالعكس ده بيحب تضحك جدا جدا بس ممكن إذا وقيت منك قفية وحدة إنك تنص بزبط هلحق نفسي بقى ساعد ده طبعا ده بتوقف على هتكلم في إيه على السكريبت المكتوب ومعايا مؤلف هيسندني أكيد ما يتخافش عليه أستاذ عمر طاهر واللي بنتكلم فيه وتجربة هي بني وبينك مشيرة جدا جدا وأنا حبابها جدا وزي ما قلتلك مش غريبة عني بحس أن أنا على المسرح زي ما بخرج في مشهد أو أو وأنا دائما بحب الحاجة الجديدة عملت الحمد لله تعريبا كل حاجة سينما ومسرح وفيديو لا نشوف الستندب كوميدي تعرف محمد حتى لما متابعك على مواقع التواصل الاجتماعي بحسك أنك أنت قادر أصلا تخلق النكتب بشكل عام الشعب المصري عنده هذا الحس الفكاهي يعني بشكل طبيعي بس لما بيخز لك أحيانا الجمهور على المسرح بتكون أفكر أنه رح يضحك سبق شي مرة ما رأت بهذا الظرف طبعا طول الوقت على المسرح ساعات على المسرح بيبقى في حاجة بتضحك كل يوم يجي فجأة يوم ما حصلش ضحك فإحنا اللي بنتحك بقى يا فهماني بحولها إلى كوميديا على ستادي وباكستادي ما بقفش لو قفت خطر لا باخدها بشكل لذيذ وبهزر فيها وبرجع تاني وكده بتعتقد أنه الجمهور العربي بتختلف فعلا مذاقاته الفنية بالنسبة للضحك يعني أنه اللي بممكن يضحكني ما ممكن يضحك المصري ولا طبعا طبعا الجمهور العربي مرعب لأنه أساسا بيحب الضحك وبيفهم ضحك كويس أوي خلت بالك فعشان كده بيتعمل حسابه كويس أوي أوي لكن أنا رأيي في النهاية اللي فيه واحد أو الفكرة الكوميديا واحدة لو تقالت لأي حد زي توصل الأسلوب بيختلف طبعا أكيد لكن في النهاية الدحك لو وصل مباشر بشكل كويس بيوصل لأي حد طبعا محمد معظم أفلامك مسرحياتك وحتى المسلسلات اللي قدمت دايما لازم يكون في عندك فكرة عميئة بالضرورة يعني بمتابعتي لألك فيه شكل جديد من الكوميديا طلع بالفترة الأخيرة الممثل اللي بيعتمد على كاركتر معين وبيضل فيه طول الوقت وبيصير فيه نوع من التهريج لما الجمهور بيتقبل هذا النوع من الكوميديا ما بيخوفك أنك أنت بعدك بتقدم الكوميديا الحقيقية كما توصل لا 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 بالعكس ما بيخوفنيش خالص ولكن هي الكوميديا زي ما تربينا عليها وتعلمناها أنواعية لكن أنا بحب طول الوقت أن الفيلم يعيش أو المسلسل يعيش اللي بيعيش اللي بيبقى فيه بيتقل على موضوع موضوع يهم الناس مش شرط موضوع قاتم قوي قوي لا لا بالعكس هي حاجة بتهم الجمهور بتنقشي فيها بتكتب بشكل كويس جدا جدا وبعد كده الدحك بيجي لكن الدحك من أجل الدحك هو طبعا رسالة كويسة جدا بس مبيعودش فترة أي أيضا فتحت باب المسرح من أول وجديد بمصر وهذا الشي يحسب لألك محمد بعدما كان المسرح متوقف على مدار كتير طويل شو اللي بتعتقد اليوم بخلى العالم اليوم ترجع على المسرح هل هو الفكرة والنجم محمد هنادي ولا الناس فعلا كان عنده بعض المسرح بالتحديد المسرح بالتحديد لأن جمهور العربي بشكل عام متربي على المسرح وعاشق للمسرح مش في مصر بس في كل المنطقة لظروف ما المسرح اختفى شوية لظروف اجتماعية اقتصادية ظروف المنطقة ولكن ما مجرد ما رجع المسرح أنا استشفيت دوت من تجربة أشرف عبد الباقي لما عمل مسرح سألته أشرف طلوي قال لي جمهور متشوق قوي 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 لأن الجمهور يعشق المسرح في كل المنطقة العربية واكتشفت أن أنا بقالي سنين ما عملتش مسرح ابتدت أشتغل ولاقيت لا لقيت رد فعل الحمد لله عالي جدا بعيدا عني أو عن الرواية لا الناس محتاجة لحالة المسرحية بدليل أن أي حد كان بيسافر في أي بلاد أول حاجة بيروح عايز تفرج على المسرح صحيح نحن الجمهور العربي متربيين على المسرح وبنعشقه فرجعنا الحمد لله وفي فرق اتشجعت من رجوعنا وبتدت هترجع لحالة المسرحية بقوتها إن شاء الله بالمؤتمر صحفي قلت أنه أنا بعرف الدول العربية كتير مني وعندي مفتاح كل دولة مطلع أنت لهالدرجة لتعرف ولا لأنه نحن مشابه تقريبا إنسانيا كلا يات أكيد بنشترك مع بعض في حاجات كتير اجتماعيا وإنسانيا وتقريبا قضيانة معظمها واحد لكن بيختلف بقى الروح مع لكنا في كل بلد لها خصوصية معينة أنا بعرفها من خلال سفر البلد من خلال صداقاتي أعرف ناس كتير في بلد كتير خطبالك من خلال متابعاتي ومشاهداتي فبيبقى سهل علي أدخلهم في الموضوع اللي بيهمهم فهمني وفي النهاية في المنطقة العربية الضحك واحد يعني كلنا مهتمين بأشياء واحدة كتير بيلفتني أحيانا أسألك مين اللي بيضحكك أنت مرة سألت الراحل سعيد صالح العظيم قلت له يعني أنت بتضحك كل العالم نحن عشنا وكبرنا على مسرحياتك مين بيضحكك؟ قال لي أنا لما بكون بأسوأ مزاجاتي بفتح على فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة تفرج على محمد هنيدي الله يرحم أنت أمين بيضحكك؟ أنا نجيب الرحاني الله الحقيقة يعني المدرسة القديمة جدا طبعا ده المرجعية الأصل بالنسبة لي طبعا وطبعا أكيد مع احترامي لكل نجوم الكوميديا اللي الوطن العربي أفرزهم باحترمهم وبيضحكوني وأي حد دحك الناس أكيد بيضحكني بس أنا أما عايز أتفرج على فيلم كوميدي في حالة مزاجية خاصة جدا جدا أنا أعشق نجيب الرحاني واحدة من زميلاتي بالشغل قلت له عندي لقاء مع محمد هنيدي قاتلي تيمون تيمون لماذا ترجع لهذه التجربة مرة أخرى أفلام ديزني القديمة رجعين هي توقفت فاترة باللهقة المصرية وحصل مطالبات وديزني تقاوبوا لقوا رجعين في مشاريع قريب بإذن الله يلا هلا بما أنك رايح على أمريك وصرت كثير قريب يعني بوشك تغري على ديزني هنعمل حاجات جديدة بإذن الله بالتوفيق محمد هنيدي مبسوطة كتير شكرا